موسيقى موسيقى واكيد احنا نستقبل 2015 بكل حب و بكل امال جديدة وايام حلوة وسعادة واليوم العيد عدنا ايديا لانه بنفس الوقت احنا نستقبل العام الجديد وكلنا امن وامال ومحبة وتفاؤل وايضا ايقاد الشمعة الرابعة لان احنا ضد اطفاء اطفاء محلوة اطفاء الشمعة الثالثة نقول ايقاد بوجودكم وبوجود النجوم الكبار اكيد اليوم النورين مهرجان الحنين واكيد بلا شك سوران علي شريف المدير العام الرحب بكل الترحيب ارد اقول بالبداية كل عام وانتوا بخير وسنة سعيدة عليكم وان شاء الله يعمل الامان والامن بهذا البلد اللي هو بلدنا العراق يعني نقول هذا الشعب ما يستهد كل هذا اللي صار بس ان شاء الله ان شاء الله الايام الجاية ايام خير وسلامة لان اكيد اجمل الايام هي الايام اللي ما شفناها بعد فان شاء الله يعمل خير والامان اما على موضوع انا اسمي لا انا اسمي اصغر اسم الموجودين الان اللي قاعدين في ليتهم اذا سوران انت اكيد المؤسس لقناة الحنين والمدير العام لهذه القناة الجميلة اللي احتضنت كثير من المبدعين والفنانين ولازالت تحتضن وتستقبل كل النجوم العراقيين واني حابة بس اعرف شعورك وانت الان تستقبل عام جديد للعراقيين والسنة الرابعة ليقاد اكيد الشمعة لهذه القناة الجميلة اصف لي شعورك وانت بين ناسك واهلك والنجوم اكيد اللي احتضانتهم انا يعني اقدر اقول لك فرحان فرحان بالانجاز اللي سوينا يعني اسسنا الحنين قبل سنين شركة الحنين اما الان قناة ميزيك الحنين هي تمر السنة الرابعة الان فرحان كلش لسبب واحد فرحان لانه اقدر اقول مو سوران اللي يعني انا اتكلم نيابة عن شريكي سامر طاها اللي مو موجود الان كنت اتمنى يكونوا يانا بس الشباب يكافون كلهم اصدقائي واكيد يكافون يوافون بس فرحان بهذه اللمه سوران واحدة ما سوا الحنين اللي سووها الشباب الموجودين اللي قاعدين الان من اصغر واحد الى اكبر نجم سواها عبدالله البتر سواه ريان سواه احمد السلطان سواه محمود الشاعري كرار الشباب لو لا وجودهم بالحنين سواه نصر حكيم سواه توردة سواه تنادين لو لا وجودهم ما كان السوران وجود اطلاقا انا ضد اللي يقول انا سويت مطرب لا المطربين كلتهم سووا الحنين طيب ساران احنا يمكن نستغل الوقت انت مقل بالظهور الاعلامي ويمكن رافض فكرة الاستضافة ومعرف ما نشوفك بالفضائيات الحنين مقبلة على دورة برامجية جديدة متنوعة بكل المجالات ممكن تحدثنا شوية عن الخطط المستقبلية انا قضية المقل انا خلاص يعني عرفوني الشباب القضية التمثيل صارت على جنب انتهت بالنسبة لي واعتزلت من زمان بقيت وظفت كل جهدي انا الاخواني انا من يطلعون الشباب بالتلفزيون اكيد فخر لي انا خلاص اخذت مجال وفرص وانتهت تمثيل بالنسبة لي الان انجازي من يطلعون الشباب الان بالقنوات واخراج الاغاني هاي كلش كافي نجاحي من نجاحهم هما اكيد استمراريتم استمراريتهم هما عن خطة الحنين فاكيد اكيد اقول اتجاي واقولها مرة المرة المليون اتجاي راح يكون اقوى من الفات واكيد هذا الحفل 2015 الافتتاح راح يكون خلني اقول افتتاح خير ومحبة ونجاح للنجاحات الجاية اللي اكيد الحنيني اختلقت سوريا وبيروت وتركيا وبلاروسيا وان شاء الله مفاجئة للسنة الجاية 2015 راح اقولوا راح تشوفوا المطربين بشكل جديد بمكانات اخرى ومكانات جديدة وكلبات جديدة وايضا برامج ودورة برامجية جديدة تتخلى لها ايضا برامج ومن ضمن هذه البرامج اكيد اكيد راح اقنع يعني شاهد الشمري اللي هي شمعة الحنين انه تكون ويانا وتقدم احلى البرامج ويانا شاهد انا مو مجاملة بس انتي انا اقول دائما شاهد الشمري عروس الحنين سلام طبعا شكرا جزيلا انت شهادتك دائما مجروحة واني شهادتي بيك مجروحة انا يمكن الان منضم لي فضائية معينة لكن انا جيت لخاطر سوران وللحنين والخاطر ضيوف الوجوه الحلوة اكيد اللي شفتهم اليوم وسعيدة بيهم واسمع احلى تحية لضيف الشرب اللاعب المتألق اللي ادخل الفرحة لكل بيت اراقي يونس محمود يونس اتفضلوا يعني يونس حياك الله على ليش يونس يمكن انت اكيد فنان لانه اللاعب هو فنان وقدرت ان توصل لكل البيوت العراقية الافراح وكل بيت اراقي يحب يونس محمود مثل السمتش ما مختلفين عليه الكل يحبه يونس احتيلي شنو علاقتك بي سوران وشنو علاقتك بالحنين وبعدين اترك الكلمة اليك في سبيلت راح حب الضيوف الموجودين احب اوجه تحية للجميع اللي موجودين من اخوان المطربين اقولهم سنة حلوة عليكم وعلى عوائلكم وسنة حلوة على الشعب العراقي وان شاء الله يا رب تكون سنة خير وفرح ومحبة واتمنى طبعا احنا اكيد كل موافقي الأخوي سوران والقناة الموزيك الحنين اللي تجمع هذه الجمعة الحلوة طبعا اكيد سوران هو صديقي قبل تقيم هذه القناة يونس محمود يعني نجم النجوم بدون استثناء مع احترام لكل النجوم الموجودين يونس اللي يسوى للعراق يعني يمكن ما يكون إلا عبدوالي وأزيو يسوى أنا مو مجاملة بس أكيد المحبة والصدق اللي جمعتني يعني أكيد دورة الخليج لو كان يونس محمود بيها الأخيرة كانت اتجهت غير اتجاه لأن كنا نفتقد للقائد بالملعب وأنت يونس قائد يونس كاس آسيا بلا شك سمعنا بيك مصاب ولو أنت تشنك العافية إذن شكراً إلك يا يونس وخليكوا إيانا وأيضاً وإيانا ضيوف وأعزاء علينا بلا شك اليوم راح يشاركونا وأيضاً راح نحتفل وياهم ما أعرف الكابتن سوران بيدك المن حابط أكيد قبطان هو فيا باشا علماً تقدم اليوم كيف؟ أنا مو أقدم لكل أصدقائي ولكل أحبائي بس يعني راح أشوف اللي قدامي أكيد راح أقدمه راح أقدم بالبداية أكيد العنصر النسائي الجميل لأنه أكيد أكيد هم مقلة وإحنا نعتز بيهم ونسميهم المدللات بلغتنا يعني فراح أقدم أكيد راح أقدم أول شي وردة البغدادية اللي جتي من بيروت واللي قررت أن تحتفلوا إيانا وأقدم أكيد أكيد العزيزة على قلبي وصديقتي وأختي اللي هي جاية من هولند نادين وأكيد أقدم الشمس الجديد للحنين شموسة اللي جتي أيضا من تركيا شمس المصلاوي وأكيد أقدم صاحبة الإحساس الرائع واللي أنا أموت أموت على أغنيتها اللي أخرجتها أنا بصراحة رانين هو أكيد راح أقدم يعني اللي يحضروني هسا اللي أنا قدامي راح أقدمهم بس أنا أحب أتوجه بالشكر إلى هوايا ناس اليوم مساعدونا معاونونا أقدم شكري إلى إدارة قاعد غالكسي اللي ساعدتنا إلى ساعد زي عالم الموسيقى اللي عاوننا إلى كل الفنينين اللي وراء الكواليس جماعتي إلى الفنان ريان اللي ساعدنا أيضا هو أحب أقدم يعني ما أعرف آني راح أشوف اللي قدام راح أقدم صديقي اللي يتقلق بآخر أغانية أكيد هو يحبني لولا أحمد السلطان اتفضل أكيد راح أقدم أيضا اللي اللي واكبني أيضا صديقي يلا بلا مطرود محمود الشاعري أكيد راح أقدم أيضا اللي ينضمن لأسرة الحنينة الجديدة النجم The Voice كرار وأيضا الآن جاء الدور على طبعا أكيد نجم وأنا ما يعني ما ما راح أقيماني أنتو تعرفوه وتقيموه ولكلي قيموه الفنان النجم عبد فلك أبو صفاء الورد أكيد راح أقدم أحلى ثنين وهم بالنسبة لي أحلى ثنين يبقون وظلون هيكل وديكل أنا مسميهم واسمهم يرتبط باسم واحد هو حكيم ونصر نصر وحكيم من الناس الأوائل اللي يمشوا إياه بمشوار الحنين وأكيد راح أقدم صديقي وحبيبي وأخوي اللي أنا اعتبر أحزام الظهر مثل ما يقولون عندنا الملاحن الكبير ضيال حميد وأكيد أقدم المدلة اللي عندي طبعا واللي أنا اعتبره أحد نجوم الركاز اللي حنيني الآن واللي أنا يعني عاندت الدنيا كلها على مودة هو الفنان عبد الله والملاحن عبد الله البتر يعني محمود ردلي قال لي صاحب الحنجرة الماسية فعلا كنا نعتز به العبد الله البتر فعلا وأحب أقدم أيضا من أصدقائي اللي أحبهم وأنا كلكم أحبكم تعرفون يعني أنا أقدم الملحن أيسر القاسم أيضا صديقي وحبيبي أقدم أيضا الفنان ريان صديقي اللي هنا ومهند عدنان أحد أصدقائي طيبين وأكيد أكيد أكيد يعني أنا يعني هواية اسمه لا تردوا لي لا تردوا لي لكل عزيزين على قلبي الكل عزيزين على قلبي من عمار اللي دايشوفه عمار الحبيب إلى عمار العربي إلى عمار الأصيل كلكم عمار ماشا إلى حيدر المدلول إلى أمير صديقي طبعا أمير شنتوف واحد أصدقائي إلى أحمد دندنة صاحب كافتريات دندنة إلى جاسم الغريب أيضا صديقي اللي معقوطش وجه ما أدري ليش زين إلى طبعا الملحن اللي أنا الآن يعني معمول الآن من قبل هو أنا متفاجئ بألحانه وأحبه وصديقي أحمد أحمد حداد أكيد مية بالمية إلى فاروق صديقي فاروق العبدالله اللي يجي من بيروت أيضا إلى ويدو مفاجأتي لسنة 2015 وأنا أقولها مفاجأة فعلا ويدو مفاجأتي ل2015 أكيد اللي راح شوفون كلبات جديد أكيد وأكيد طبعا الشعراء المظلومين شهد تشاورني بتقولي الشعراء المظلومين أكيد أكيد الشاعر علي البدر اللي هو أخو عبدالله البدر وأكيد أكو 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 ناس ما تحضرني ما تحضرني أسماءهم بس الكل على رأسي أنا آسف أنه أنه ما أذكر أحد وتحية خاصة الأصدقان اللي غايبين أكيد على رأسهم الملحن علي صابر الملحن علي بدر الملحن مصطفى إبراهيم وأكيد المطربين اللي مقدروا يجونا أيضا واعتذروا تيسير السفير والموزع خلالة الحنين أيضا نور هاشم وعلي الشيخلي ومحب الراوي وأيضا أقدم طبعا أقدم اعتذار باسم لؤي نانا لأنه كان يريد يجب السافر لسبب معي لظروف الأسماء هوايا أحمد الحلاق عمر الحلاق أسامي والموزع حسام كامل أسامي هوايا ما تحضرني سوري إذا نسيت أحد آسف إذا نسيت أحد ومهندسين الصوت أيضا اللي موجودين حذيفة وذكروني آني آني لو لؤي الموزع وأيضا أكيد أكيد أنا حيات شريكي شريكي هو سامر طه سالم ورح نقص الكيكة وهوايا اسمها ما تحضرني شباب حذروني يعني أنا ما أنس أمجد وحلاقة الكينغ اللي صار لكم يوم تعبان ويانا يتفضل أمجد يمنا أكيد الكل طبعا وتحية خاصة الصالون سام أيضا تعب ويانا هذا يسوي شعر شاهد طبعا أيوة صالون حيدر تامر أيضا أحلى تحية لهم وقاعد غالكسي كل الشكر لهم سيد محب اللي بتحية إليه وكل اللي شاركوا لينا اليوم بالإحتفال نوجه له كل التحايا كل الموجودين وكل الحاضرين وأحلى قروب الحنين شفنا واسمع نحن زين نوعين 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 قارت النام ضموين وبيهم الدم الشامل يعني ماكوا أي ملال بيهم الدم الشامل يعني ماكوا أي ملال على هالإبداع يسلم يسلم ينروب الحنين على هالإبداع يسلم يسلم ينروب الحنين من سنين متابعين شفنا واسمع نحن زين جلنا وين وصرنا وين وثاري جلنا مقبوضين جيب ايد وهكيد وحده ما تفيد العرب هي رب تغيره حتي نبني من جديد جيبت وهكيد إيد وحده ما تفين العراق يريد طيها حتى ننمي من جديد يا وطن نظر كثير أحلى وأحلى أمتى تصير يا وطن نظر كثير أحلى وأحلى أمتى تصير على الأفداع يسلم يسلم منه بالحديد على الأفداع يسلم يسلم منه بالحديد من سنين تابعين شلنا وسمعنا زين شلنا وين وصبنا وين نارت جيدنا في موضين الحنين سمعنا زين نحن عندنا الفنسلاء أطالحنا نهزديني إذا واحد بنا صاح على الأفداع يسلم منه بالحديد نحن عندنا الفنسلاء أطالحنا نهزديني إذا واحد بنا صاح لو وطن نشوي حسن على الأفداع يسلم يسلم منه بالحديد على الأفداع يسلم يسلم منه بالحديد من سنين تابعين شلنا وسمعنا زين تابعين شلنا وين وصبنا وين تابعين شلنا وين نارت جيدنا في موضين